على طريق الهدى والنور نمضي ترسم دربا القلوب واحة الإيمان من وحي نور الإله نصف نبني نسمو ونفو إلى منازل الجينا مواعظ الخير نرسلها للناس جمعا نرددها مواعظ الخير نرسلها للناس جمعا نرددها أفواه العلم تنطقها خيرا تريد وإحسان في واحة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا ومصطفانا وقدوتنا صلى وتربي عليه حياكم الله ومشاهدنا العزاء في هذه الحلقة الثالثة من واحة الإيمان في موسمه الثالث في هذا الموسم وعلى مدى ثلاثين حلقة سنكون معكم في حلقات خصصة لمناقشة مواضيع تربوية تخص الأبناء وقضايا الشباب والأسرة بالإضافة إلى أدوار حلقات التحفيظ ودور العلم والجامعات مع نخبة من المشائخ والعلماء والتكاترة ومختصين تربويين وأسريين في هذه الحلقة سنواصل الحديث معكم عن التربية في موضوع الحاجات النفسية للمتربي ويسعدنا أن يكون ضيوفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ حسن باكتل ياكم الله شيخنا وكذلك المرشدة الأسرية الأستاذ عمر بعديل يا هلو الصلاة أستاذ عمر كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن صفات المربي وذكرنا أن التربية عملية تبادلية بين المربي والمتربي ينقل فيها المربي مجموعة من الصفات الجميلة والحميدة والقائمة على القيم الصحيحة للمتربي اليوم دعنا نتحدث عن الحاجات النفسية أيضا للمتربي ما هي الحاجات النفسية المتربي حقيقة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إجماعي أخي الكريم بالنسبة لمسألة الحاجات النفسية وهو جانب ارتباط بينها وبين جانب المواصفات المربي كما ذكرناها سابقا أن الحاجات النفسية هو أن يفتقد المتربي شيء معين يأثر عليه نفسيا وجسميا طبعا أحيانا أنه ابني لديه إعاقة حركية طبعا تسأل الأب أو الأم أو المربي يقول لك كل شيء تمام بالنسبة لي فنجده أنه هناك في مشكلة حاجة نفسية ناقصة على الولد ولذلك أصبعت عنده إعاقة معينة بالضبط كذلك جانب نفسي اكتئاب ضيق قلق بكاء قثرة البكاء عند الأولاد أحيانا سببه أن الطفل أحيانا فقد حاجة من الحاجات النفسية وبشكل عام هو الحاجات النفسية الكل يحتاجها نحتاج للحاجات النفسية في حياتنا كلها صغارا وكبارا الكل يحتاج إلى هذه الحاجات النفسية وطبعا سبحان الله لو نحن الآن نأتي إلى تركيبة الإنسان في حد ذاته نحن مشكلتنا اليوم يا أخي يعفر أنه أحيانا ننتبه لجوانب ونغفل أهم الجوانب في الإنسان الآن لو أنا أنت أمامي الآن والأستاذ الفاضل لو أقول حاجة لو أنا جرحت مشاعرك الآن أعطيتك كلمة قوية جدا طبعا إيش أنا عملت فيك الآن؟ جرح داخلي دخل جرح داخلي أثر عليك نفسيا جاء أقول لك بعد شوية المعدرة أخي جعفر والله لو سمحت اشرب لك أسماء تقول لي منك أنا ماشتي الكلمة قاتلة أقول لك خلاص يا أخي اذكر الله وكذا قال ذكرت الله وركعت لله لكل الأسف بعد ما ردت السلام انتكست مرة أخرى حتى ندرك برضو أحيانا أنه الآن الجانب العبادي الروحي الجانب العقلي أحيانا قال أنا ما بستفيد ولا معلومة منك قل عد بأقبل منك أي حاجة لماذا؟ قال لأنك جرحتني فمسألة الآن الجرح العميق هذا هو الجانب النفسي وبالمناسبة أنه الجانب النفسي في الأصل أنه يبدأ مع الإنسان وهو في بطن أمه الله ولذلك نقول الإهتمام بالأم الحامل لأن هذا له تأثير غير عادي نقال حتى أن هذا الجنين يمتأثر بمشاعر الأم ببقاء هذا جميل جدا فعلا ولذلك أقول أنه الحاجات النفسية التي للأسف البعض مننا اليوم ينظر لها نظرة سيئة أو حتى أنا أقصد إنسان عنده أحوال معينة يقول له اذكر الله اقرأ كتاب الله طبعا الرجال هو يقرأ كتاب الله وهو يذكر الله ما شاء الله لكنه نفسيا من داخل في ألم لكن دعنا نتحدث بالتفصيل أكثر عن ما هي تلك الحاجات تضطر طبعا أنا أقول أنه نحنا ذكرنا عشر صفات وتقييمها ذكرنا مسار تقييمها الآن العشر الحاجات أتمنى من كل مربي ومتربي أن يقف وقفه في هذا الجانب مع هذه العشر الحاجات المقصية مع المربي أقصد جانب اللي يربي سواء كان أب أم معلم مربي في حلقات مسجد ينتبه لهذه الحاجات النفسية العشرة نبدأ الأولى الأولى أولا الحاجة إلى الأمان النفسي والله سبحانه وتعالى قد عبر في القرآن الكريم وامتنى على أهل قريش قال الله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فالأمان أمر مهم جدا والله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لو قدمت للناس أشهى المأكلات والمطعومات والمشربات لكن في قلق ما متذوقها بذلك الأساسية كذلك أنا أقول الإنسان إذا ما وفرنا له الأمان وهذه رسالة من هذا المنبر المبارك لإخواني جميعا أنه أنت أيها الأب أنت أيها الأم أنت أيها المربي غياءا يجب علينا أن نشعر أو أن يشعر ابني اللي أجلس أنا وإياه وأعلمه يشعر بأمان كانت أقصد أنه فيه إرهاب فيه رعب ولذلك يجب أنه أمن أن يوجد أمان أن تكون الحضن الدع أنا أشعر أحيانا تجيلي في مكتب الاستشارات كثير جدا هذه ما نسمعها اليوم في الواقع أنه الولد سرح المدرسة يومين ورجع رفض المدرسة لم يشعر بالأمان لأنه المشكلة لم يشعر بالأمان أنا أقول هي رسالة للكل يجب أنه لما نكون فيه حضانة فيه روضة فيه مدرسة فيه ثانوية يجب أولا أن نوفر جوانب الأمان حتى أقول لك بالمناسبة أحيانا يجب أن نوفر الأمان في الباصل اللي يركب فيه من اللي يركب فيه ابني وفي البتكبدي يجب أن يوفر الأمان أنه يجب أن يكون السائج يكون عنده شيء من الأسلوب حتى يوفر الأمان أستاذ عمر يعني الكلام يطول في هذا الكلام ومهما تحدثنا عن موضوع الأمان يعني تظل هي غاية لكل أب أن يوفر لأبنائه وبناته الأمان أنتقل الشيخ حسن الشيخ حسن السبع مرة ذكر موضوع الأمان لكن أيضا هناك موضوع يطلق عليه الاهتمام الأبناء دايما بحاجة الاهتمام واعتقدنا واحدة من أهم الصفات أم الحاجات النفسية هي الاهتمام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على صفي الله محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه وسلم تسليم من كثير إلى يوم الدين طبعا الحاجات النفسية عندما نتكلم كما أشار للشيخ المرشد الأسري أنها ليس منحصرة في الصغار أو في الكبار أو في النساء أو في الرجال الكل بحاجة إلى هذه الاحتياجات النفسية فعندما نتكلم اليوم على الاهتمام أنت لا شك أنك لك أصدقاء ولك ناس تحبهم وتعزهم يعني لو تذهب تشوف ما هو السبب السبب أن هذا الشخص مهتم فيك مهتم فيك من خلال ماذا؟ من خلال سؤاله عنك مشاركتك حزامك أفراحك ممكن حتى الإحساس بك ولذلك أنت تشعر أن هذا الشخص فعلا يعطيك مساحة من حياته يعطيك مساحة من وقته فهذا الاهتمام نحن نقول أنه حاجة نفسية بالنسبة إلى كل شخص هو وهو أولى للمربي للمتربي أيوة وذلك نحن نقول نقول للآباء رسالة إذا لم تهتم بابنك سيهتم به غيره ولذلك أخي الأبناء نحن نشكو منهم أنهم يضيعون بل يفضل الأبناء الأصدقة يفضل أشخاص من غير أهله وأسرته لماذا؟ لأنهم فيه يجد من يهتمون به يسألون عن حالة يحققون رقباته يشاركون همومة يشاركون أحزانة لذلك الاهتمام يعني من أكبر الحاجات التي يحتاجها المتربي حتى يتفاعل مع عملية التربية والمعلومة والسلوك والتوجيهات والنصائح والإرشادات وللأسف الآن الشديد ربما يكون الصديق الآن ليس وقعي ربما يكون صديق الافتراضيا من عالم آخر منطقة أخرى تختلف معها القيم وتختلف معها الفكر وما قد يؤثر أيضا على فكري هذا المتربي أعزان المشاهدين سنواصل حديثنا حول الحاجات النفسية للمتربي لكن نأخذ هذا الفاصل ونعود إلى استكمال هذا الحوار عد لكم أعزان المشاهدين في هذه الحلقة وحديثنا اليوم في واحدة الإيمان في موسمه الثالث عن الحاجات النفسية للمتربي ونعود لضيفنا في هذه الحلقة للمشاهدة الأسرية السابع مارد عديل تحدثنا قبل هذا الفاصل عن الاهتمام والأمان النفسي دعنا نواصل الحديث للحاجات النفسية ماذا عن تقدير الذات المتربي بحاجة إلى هذه الحاجة تقدير الذات تعتبرها من الأمور المهمة جدا اللي نحن اليوم بأمس الحاجة إليها حقيقة خصوصا في مسألة تقدير الذات اللي هي الأنا قد نحن أحيانا نشعر أن أبناءنا يكونوا في فترة معينة لديهم عناد الكل يشتكي من هذا الجاند صحيح خصوصا سن ثلاث سنوات إلى خمس سنوات سبع سنوات يقول ابني عنيد جدا يريد أن يفعل ما يشتهي طبعا لماذا هذا العناد هو أودعها الله عز وجل في الطفل في هذه المرحلة من أجل أن يتربع على حاجة اسمها يأخذ حاجة نفسية يرغبها يحبها يلبيها اسمها الأنا ولماذا لأن الله عز وجل سائله بمفرده كله نفس بما كسبت رحينا كل واحد يحاسبه الله بمفرده هذه المسألة الآن يكتسبها الطفل في مرحلة لأنه لا يعرف الصح من الخطأ الكذب من الصدق ما يفهم هذه الأشياء كلها ولذلك يكون عنده قوة العناد مرتفعة فنحن مشكلتنا أحيانا ونحن ربيه نقتل العناد عنده الضرب بالأنف فرجاء أقول لك مثال آخر أحيانا نجد في المسجد في المدرسة هنا أو في الأسرة ابني بيتكلم ممنوع أقصد أنه بيتكلم ما حد يسمع لي أبدا هنا الأنا تضعف ولذلك أحيانا أنت يا ابني حل الواجب ما عارف ما عارف طيب اللي ما اسألتنا هنا الآن هذي مشكلة منه مشكلة التقدير الذات أمر مهم جدا اللي هي مثلا يا ابني هذا رأيي أنت إيش رأيك حبيبي دي وجهة نظري أقصد أنت إيش وجهة نظرك أقصد ندخل في حوار مع أبنائنا حتى نلبي حاجة نفسية لديهم اسمها الأنا اسمها التقدير الذات هذي نقطة مهمة جدا واللي الله عز وجل لجعل الإنسان بكيانه بشخصه أقصد حتى في مواهبه في هواياته يجب أن يفهم ونحن ربي أولادنا أن ندرك هذا الأمر في حاجة أخرى برضو مهمة جدا من الحاجات النفسية الحاجة إلى القبول وهي الرابعة أهي الحاجة إلى القبول أن أقبل بإبن وأنا أضرب مثال سريع جدا في هذا الموضوع حينما تحمل الزوجة الحمل رقمه أحد كيف مستوى القبول الله راقي جدا صحيح بأعلى مستوياته لدرجة أنه يذهب الأب إلى المختبر يحلله ويحل الموضوع ونبضات قلبه مرتفعة جدا وبعدها شوية يقول له مبروك يقول له الزوج الحمد عنده قبول جدا في واحد يقول لي بعدها لكن الثالث والرابع قال والله بالغلط لا إله إلى الآن قضية مهمة جدا نحن نعاني في المكتبة أحيانا في جلسة هذا واقع في جلسات برضو أنا أقول رسالة لمن ابتلاه الله عز وجل هي من الله نعمة من الله عز وجل يريد أن يختبرنا فيه أحيانا ابني معاق أحيانا ابني أقصد ما هم يمشي بذيك الاستقامة الممتازة اللي أنا أتمنى ربما أحيانا علامة في الوجه أو حاجة من هذه أي أقصد إنه في جانب إعاقة مثلا أو في جوانب برضو تأخر مستوى علمي ضعف في جانب الاستقامة أقصد أنا أول نقطة عشان أنا ابني 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 صح وإقبل إنه ضروري جدا أن أقبله اقبل ابنك كما هو يا معلم اقبل الطالب كما هو مش أحيانا أنا أريد طالب ومواصلات معينة بكيفي معي اللي أريدها أنا فهذا من الأشياء اللي غير صحيحة اطلاقا جميل الأمكان اللي ذكرتها رائعة جدا لكن دعني أنت قل هنا للشيخ حسن فاكتل شيخ حسن يعني دخلنا نحن في الحاجة الرابعة ماذا عن الحاجة الخامسة والسادسة الحاجات نفسية الحاجة الخامسة من الحاجات النفسية لو سألتك أنت هل ما زلت تمارس الرياضة الله نعم عدت لها كنت قل قطعتها بعد المنديار فنقول أخي الكريم نحن بحاجة إلى اللعب للمتربي للمتربي نعم أنت عندك طفل صغير عندك شاب لا شك أنه عنده طاقة عنده حيوية عنده حركة بل عنده ضغوط لا يتفرغها إلا الرياضة أي الرياضة وغيرها من الإلعاب يعني أنا لما وذلك المدخل الذي دخل بإخوان يوسف على أبيهم نلعب يرتع ويلحب يعني لأنه في حاجة الأب الآن هو من حبه وحرصه وخوفه على يوسف عليه السلام أنه منعه ذلك وذلك كانت مدخل يعني ما استطاع أن يرفضه أن يرفضه ولهذا مسألة اللعب وذلك يعني نحن بحاجة لأولاد للحب الحركة التفجير الطاقات المواهب واللعب كما قلت وأنه نحن الكبار أسف شديد نحن عندنا مجتمع لما يرى واحد مثلا في سن الخمسين أو في سن ستين ما زال يلعب يقول لك شوف هذا هذا طفل هذا صغير حقيقة هذا ساذج ما قصة ساذج هذا أنا عندي فيه شيء أنا بحاجة هذه من الحاجات الأساسية صحية المفيدة المفيدة جيم ممكن نذكر الحاجة الأخرى من الحاجات الأساسية وهي الحرية الله وعندما نقصد بالحرية لا يعني أن نترك الأمور يعني أعتقد أنها ترك مساحة معينة للحديث للفعل للحديث للحرية حتى للخطأ أيها أيها الحرية معناه أننا أستطيع أنا إذا ولو تلاحظ من هذه الاحتياجات النفسية هي متداخلة بعضها البعض كل أخرى كل واحدة تجر الأخرى فإذا تحقق الأمان على سبيل المثال سيتتحقق معه الحرية أنا لن أستطيع أمارس الحرية إلا في ظل الأمان صحيح فالحرية حرية التعبير حرية الاختيار حرية اختيار الصديق طب حمد مواصفات يعني بحوار بحوار حرية الحوار حرية المشورة فهذه كل حريات إذا تولدت وجدها المتربي نحن لما نتكلم على الاحتياجات النفسية إيش الهدف الأساسي؟ إنه كيف أنا أكسب هذا الابن كيف أكسب هذا الطالب؟ وأغذيه وأغذيه بالقيم الصحية بالقيم الصحية الشيخ حسن نحن أيضا بعد أن وصلنا للحاجة السائلة السامة للحاجات النفسية خرجنا للشارع طاقم البرنامج سأل مجموعة من الواطنين حول الحاجات النفسية التي يرونها أنها مهمة جدا في حياة مربي دعونا نشاهد هذا الاستطاع بيداني ونعود لكم من جديد أنا أطالب من الجهات الرسمية أن تراقب هذا الأمور وأتحافظ على الشباب بكثرة لأن هذا أساس تربيتهم لأن إذا أضاع الشباب أضاع المجتمع كله فأنا أطالبهم أنهم يراقبونهم يشوفونهم أين يروحون وإيش يعملون لأن أستغفر الله العظيم ظهرت أشياء دخيلة علينا كثيرة منها المخدرات والحشيش وهذا صراحة بيدمر المجتمع بيدمر البلاد كلها أي وواجب الجهات الرسمية في تربية الأبناء أولا تحتام بتثقيف الأبناء تثقيف من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية تحتام اهتمام كبير في التثقيف ونشر الأفكار ويعني الحد من هذه الأفكار التي تأثر على الأبناء في سلوكياتهم في أخلاقياتهم في اتجاهاتهم يعني المفروض أن الدولة توجه الطفل في اتجاهاتهم شوفت الله أيوة تحصل الطفل بدلاً يتأثر بالوسائل يحصل بالتلفزيون بشكل كبير جداً الآن ظهر النت والجوالات في تأثير كبير جداً تأثر في سلوكياته وطبعاً نحن حضارة إسلامية يجب أن تكون ذقافة الإسلامية وربطين بقواعد هذه الدولة غيابها أولاً في المشلم على الأقفاء غياب الدولة مع المجتمع أصلاً ما قامت بواجبها مع المجتمع لكن لا نعتبر الدولة موجودة إيش قدمت للشباب؟ مفروض تعمل الأندية المنتزهات الرياضية في تفعيل الدوريات في المدارس في الأندية في الفروق الشعبية تحاول تخلي الشباب يلتهون بشي يكون يبعدهم عن الحاجات الخبيثة يعني يعملوا دوريات في المدارس يعملوا في الفروق الشعبية يعملوا المسابقات الفكرية يعني يقدموا للشباب ويحاولوا المحاضرات التوعوية التي تكون في المجتمع لو ينزلوا يعملوا فيه في المناطق في الساحات العامة في مكان تجمع السكان في كل منطقة ومدينة يجمعونهم يعملون لهم مسابقات التوعي من هذه الأشياء يوعون من الحاجات الخطيرة هذه الأيام المخدرات منتشرة بشكل كبير والعاذ بالله يعني واللهو موجود والانحراف موجود لكن كيف توحي الدولة وكيف تنفع الشباب بيجمعهم في الأماكن الرسمية في الأماكن الرياضية والرياضة هي اللي بتحفظ الناس بالنسبة للسلطة المحلية هذه إذا كان بيوضعون شي قوانين مثلا على سبيل المثال يعني كما هذا الحين الدراجات النارية هذه بيبنين ما واحد يمسوه لك أربعة على السيكل وقزوز ما حين يرجعهم الآن لو في سلطة محلية ترجع ترجع الشباب يعني بيكون هناك ظاهرة يعني جيدة قليل نعم لكن الآن ماشي رادع منه ماشي رادع من قبل السلطة المحلية ولا رادع من قبل المرور ولا رادع من قبل أي حاجة يمشي ولك هكذا بس سبهة لله عدنا لكم عزيزين المشاهدين بعد مشاهدتنا لهذا الاستطلاع نواصل الحديث في الحاجات العشرة النفسية للمتربي أستاذ عمر والمشاهد الأسري ماذا عن الحب؟ الحب حاجة من الحاجات النفسية والضرورية والمهمة جدا اللي للأسف اليوم نجد نحنا فيه جفاف عاطفي يعيشه أولادنا ومسألة أنه الجفاف العاطفي هذا قد يؤدي إلى انحرافات سلوكية كبيرة فضروري جدا من متى يبدأ غرس الحب يعني؟ يبدأ غرس الحب أنا أقول يبدأ غرس الحب والطفل حينما ينزل الطفل من بطن أمه أقصد فيه حاجة اسمها القبول أنه أنا أقبل بوعد ولا داخل قبلتوا أنا قبلتوا الآن يجب أن أحبه والمحبة طبعا واضح جدا أنا الآن لو سألت إخواني المشاهدين والمشاهدات هل تحبون أولادك لا شك ولا ريد أنه يقول لك أنا أحب أولادك لكن أهم من هذا المشكلة لا أنا سؤالي أنه لنا جميعا ما دليلك على حبك لأولادك؟ تقصد التعبير هنا بالحب؟ التعبير بالحب جميل وليس مسألة أنه أنا أحب أولادي أوفر لهم الراشن أوفر لهم كله عفواً هذه مش حب هذه بسؤوليات أنه مارس الحب بلغات الحب الموجودة أنه ضروري جدا أن أحب أولادي بلغات حب وتقبيله ضمه كذا أقصد هذه كلها بالهدية بأساليب كثيرة بأساليب كثيرة هذه هي الحاجة السابعة هذه الحاجة السابعة الحاجة الثانية وأنا أؤكد على هذا الموضع بس في لفتة بس يسمح لي أنه رجاءً لما نقول كما ذكر أخي الكريم أنه نحن نريد هذه الحاجات للجميع مش الآن يفهمنا الأخ المشاهد أنه المسألة مسألة إيش؟ لمن؟ للأطفال لا ابني الكبير الآن اللي سنه 12 سنة و 15 سنة العدراء تحتاج إلى الحب أتعجب جداً يوم أن يدخل تدخل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويقبلها بين عينيها وربما هذا سؤال لكل المشاهدين متى قبلتم أبنائكم والشباب فتياتكم متى احتضرنتمهم فهذه قضية مهمة جداً أن نوفر الحب لأبنائنا الحاجة الأخيرة وهي الحاجة إلى التوجيه والضبط أنا أقصد الله أن الموضوع طويل شوية فاسمح لي أضرب مثال واحد حتى نستكمل لعشر الحاجة وحتى نستوعبها سريعاً لو أضرب مثال لو ابني الآن جاء بكأس ماء وطارح أصبعه في كأس الماء هذا قد يعمل في بيوتنا أحياناً تقوم بتنهي على الأب صح؟ طبعاً الولد الآن جالس الكل يتبرم الكل يزعج الولد مستغرب جداً من يأتي له بماء؟ لماذا يعملون ماء هكذا؟ هو ما يفهم أصلاً لكن كان الأولى من يقدم ما يشكر أحسنت يا ابني بارك الله فيك أحسنت لكن شوفوا حبيبي مرة ثانية شوفوا التوجيه والضبط الآن اللي يرتاح له الولد اللي يرتاح له أي إنسان يا أخي لا تنتقدني لكن وجهنا فقال له يا ابني بارك الله فيك أحسنت بس شوفت هنا مرة حبيبي لما تحمل الكاس بالطريقة حالية أخذ الآن وعطنا إياه مرة ثانية هذا أقصد بالتوجيه التوجيه والضبط طبعاً بالمناسبة نحن نحتاج في التربية يسمونها المعادلة ثمانين إلى أشرين ثمانين يقول لك توجيه وضبط أشرين في المئة قوبا وياك نبدأ أولاً نحن الآن نعكس وأي يوم ما نبدأ أولاً؟ بالتوجيه بالتوجيه نحن للأسف الآن يعكس المعادلة هذه بالضبط أو نبدأ بالضرب مباشرة ما فيش توجيه إذن نواصل التوجيه مهم بنواصل الحاجات شيخ حسن تبقت حاجتين من الحاجات النفسية العاشرة الحاجة التاسعة وهي حاجة المتربي إلى المعرفة طبعاً الإنسان بطبعه يريد أن يطلع على الصغيرة والكبيرة وذلك أولادنا يبدأ معهم حب المعرفة والحاجة هذه منذ الصغر فتجده كثير السؤال فبعض الآباء أو بعض المربيين تجده يضيق ذرحاً بأسئلة ماذا؟ بأسئلة حتى الأمهات في ذلك يعني إيش هذا؟ ولماذا هذا؟ لمن هذا؟ لمن جاء هذا؟ وربما يسأل ماذا؟ أسئلة أحياناً تكون فوق حجم العقلية لهذا الطفل أحياناً لكن نحن لا ينبغي أن نقضي على هذه الحاجة أنت صغير هذا ما بتفهمها وهذه كبيرة عليك لأن أنت ممكن توصل له المعلومة بشكل صغير بسيط يتناسب مع عقلك من جميل ما قرأت أنه مرأة جمعت أسئلة طفلها الصغير منه في بداية العمر أقصد السنوات الأولى السنة الأولى إلى 12 سنة وخرجته كتاب أسئلة طفلك لأن هذه الأسئلة هي فعلاً أحياناً يفشل فيها الآباء نجيب على بعض الأسئلة ربما لأسبابي لكن لابد أن هذه الحاجة أن تشبع بالشكل الصحيح لكن ماذا عن الحاجة الأخيرة؟ الحاجة الأخيرة وهي حاجة الانتماء وجد حب وجد أمان لكن أنا أريد أن أنتمي وذلك الانتماء هذا مهم جداً لابد حاجة أنا أنتمي لمن؟ أنا نسبي من؟ أنا أسرتي من؟ أنا وطني من؟ أنا مديرياتي ماذا؟ الانتماء هذا هو بحاجة إليه المتربي لأن الانتماء هذا يعز عنده نوع الولاء ونوع البراء وكيف يعني يخدم ما هو ينتمي إليه ما يحب إليه حتى يعني أنا أقول مثلاً للآباء ممكن أن ينتمي ابنه رياضياً من فريقك ماذا؟ المفضل فالإنسان يحب دائماً أن يكون منتمي للآخرين أنها حاجة نفسية الحقيقة هي عشر حاجات مهمة جداً في حياتي كل البشر وعلى وجه الخصوص النشأ الصغار أعزائنا مشاهدين نتمنى أن قد قدمنا لكم في هذا اليوم معلومات قيمة وعشر حاجات نفسية نتمنى أن تبقى في أذهانكم وأن تكون منذ هذا اليوم هي دليل لمعاملتكم لأبنائكم وصلنا ليكم إلى ختام هذه الحلقة من واحة الإيمان في موسم الثالث قداً حلقة أخرى سنواصل الحديث فيها عن التربية حتى باركم موعدن السلعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على طريق الهدى والنور نمضي ترسم درب القلوب واحة الإيمان من وحي نور الإله نصف نبني نسمو ونهفو إلى منازل الجينات وصايا إيمان نهديها نبني نفوسا ونحييها وصايا إيمان نهديها نبني نفوسا ونحييها معاني الحب نسديها نشد بعضا كبنيان في واحة الإيمان معاني الحب نسديها نشد بعضا كبنيان في واحة الإيمان اشتركوا في القناة